رقم عالمي جديد يضاف إلى سجل العراق هذه المرة في بطولة العالم لرفع الأثقال على مستوى المتقدمين حقق الرباع العراقي علي عمار إنجازا يعتبر أكثر من رأى خطف الوسام الفضي في أهم وزن ضمن منافسات البطولة التي جرت في المملكة العربية السعودية تحديدا العاصمة الرياضة لقطات مفيحة ترصد ما حققه البطل العراقي نشاهده معنا نشاهده معنا اشتركوا في القناة الرباء علي عمار ناجح بإصراره على الفوز وعزمته من رفع وزن عالمي قدره 198 كيلو جراما لفئة الشباب ويكون بذلك قد كسر وحطم الرقم القياسي السابق البالغ 197 كيلو جرام ليتأهل بذلك إلى أولمبياد فاريس البطولة التي حضرها وزير الشباب والرياضة الأستاذ أحمد المبرقع شارك فيها أكثر من 2500 رياضي ورياضية سجل فيها بطالنا آخر الأرقام القياسية تحت العشرين عاما لوزن 109 كيلو جرامات أردوا من الكومنتات وردود الأفعال قدمة من خلالها التهاني والتبكات للبطل العراقي الشام وأخرى طالبت بضرورة الاهتمام به وتقديم الدعم النفسي والمادي للعابين أول تعليق معنا مع عبير أحمد تقول عبير أحمد في تعليقها حي الله البطل ابن الرافدين ألف ألف مبروك للعراق وللاتحاد العراقي لرفعنا أثقال نأمل دعم الرياضيين هؤلاء من الناحية المادية والإعلامية تعليق من الدكتور أكرم الحمداني لازم رعاية خاصة من الآن له ذول الأبطال حتى أولمفيات باريس رواتب دعم تكريم معسكرات مهمة تغذية فيا حكومة يا وزارة يا أولمفية يا إعلام يا معودين داروهم ذول أثمن من أي فاشنستان تعليق آخر ومداخلة من عادل يقول عادل الموسوي بعد فترة يطلع ماخر منشطات ونرجع نفس الطعس ونفس الحمد تعليق آخر من نهاد محمد ألف مبروك يا بطل هاي النسخة منه إلى وزارة الشباب والرياضة جاي يشوفون هاي الطاقة الشبابية إشلون جاي ترفع اسم العراق ياريت يهتمون بهم ويوفرونهم كامل الدعم لأن يستاهلونها